تحياتي وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع شركة أنا برشلونة نيوز في الفيسبوك حلقة اليوم خلينا نبدأ فيها بالكويس بعدين بنتكلم فيها بالسلبي حلقة اليوم طبعا بعد مباراة برشلونة فالانسيا المباراة اللي استطاع فيها ليونيل ميسي إعادة الرقم بليء من حيث عدد الأهداف بطريق واحد ليونيل ميسي اللي معهد محتاج أرقام عشان يأكد شو كانت مسيرته الكروية ليونيل ميسي اللاعب الملك بالنسبة لكل واحد بيحضر قرات قدم لكل واحد بيحب اللعبة بيعرف إنه ليونيل ميسي خلينا نعيش فترة عظيمة تمتد لقم 16 سنة ربما من موهبة الجميع بترقبها في كل لقاء بتستمتع فيها في كل مباراة ليونيل ميسي لعب عنده فترة ميسي يعني فيه لعبين يقال كأس فلان وبطولة فلان هذا عهد ليونيل ميسي اللي طويل جدا ربما بيشار كورونالدو بفترة منه أكيد لكن ليونيل مش محتاج هذا الرقم اليوم عشان نحتفل فيه بس هذا الرقم بيحميه وبيحمي تاريخه وبحمي إرثه بعد 20 و30 سنة زي ما اليوم بليء ذكرناه كرمز وكأسطورة وكرقم قياسي صمد سنين طويلة لعندما إجا واحد بعد 50 سنة تقريبا يحطمه فاليوم كان بيقدر احتفالنا بميسي عم نحتفل ببليء أيضا خلصنا الكلام الكويس تعالوا على المباراة وقال الله يعين في لقطة شهيرة لرياض المنفلوطي لما يقول أنا شايف فيكم ابتسامة أمل إنسو اليوم اتخيلت جدامي كومن عم بيقول لجمهور برشان أنا شايف فيكم ابتسامة أمل إنسو شايف خلال جديدة موجودة من عرضه وحاسس فيهم بابتسامة أمل إنسو بتفاصيل كثيرة من الخطة للتدخلات للتبديلات لآخر لحظة الرجل كأنه بيقولهم أنتوا جد بسديد أني أنا حقدر أساعد المشكلة اللي أنا شخصيا عندي معكم إنه في فترات بالموسم أولها حسيت لا الزل ما مسيطر بعدين في شي صار يصير غريب شي أنا كنت عام أعمله فيديو لحاله اللي هو إنه هذا الرجل أسوأ مدرب بآخر عشر سنين لبرشان من حيث التبديلات كنت عام أعمله فيديو بس اللي عام بيعمله كثير غريب وما بعرف إذا حيتعلم منه لأنه لسه عنده وقت يتعلم للعلم لسه عنده وقت يعدل موسمه بس اللي بصير حتى الآن شيء مربك شيء محبط لجمول برشلونة ولعبين برشلونة أكيد فالانسيا عايش فترة سيئة جدا أكيد إنه والله منطق إنه كما تلعب ضد فريق سيئة تحاول تجرب شوية أفكار لكن مش دم يكون الخصم فالانسيا اللي هو عنده دافع شخصي لما يواجه كومان اليوم اللي هو أيضا أثبت أمام أتلتكم مدريد رغم خسارته إنه خصم مستهل لما يلعب مع الكبار وشفناه شو عمل مع ريال مدريد وعنده أسلحة ارتداد قطيرة فكان كومان عم بيدخل معهم كأنه بيلعب بناء على جدول الترتيب والله هذا المركز 16 إلعب معه زي المركز 16 هذا خطأ كارثي خطأ كارثي لعب بطريقة اليوم حنشرحها كانت أسوأ ما يمكن أمام بلانسيا تحديدا وأول ما شفنا التشكيلة شفنا مينجويزا وشفنا أراوخو وشفنا عاليمين ديست وعاليسار ألبا وقدامه بوسكتش عرفنا أنه برشلونة حيعاني من حيث الانسجام الدفاعي ببدئيا قبل أي شيء الانسجام حيكون فيه مشكلة ومنحية القائدة الدفاعي مش موجود في هذا الفريق اليوم فكنا عارفين أن هذي فيه مشاكل وفعليا برشلونة دفع ثمن مشكلة الانسجام بهدف الأول ودفع ثمن طوال اللقاء كان يعاني نتيجة عدم الانسجام رغب منهم كأفراد المدافعين الأربعة ربما ما بتقدر تلومهم كل واحد عملي اللي عليه في كتير الأقطار لكن كرة القدم دفاعية عمرها ما كانت عبارة عن أفراد دائما هي منظومة منسجمة كل واحد بيقرأ تحرك زميله هذا اللي غاب عن برشلونة فدفع ثمنه هدف أول وثاني وكانت فرص أخرى كان حيتفعليها الثالث ورابع شفنا برشلونة بداية اللقاء دخل حاب يسيطر حابيه ثمت أنه أنا الأقوى وأنا اللي جاي أفوز استضم أول شيء بفريق عم بدافع بعشر لاعبين حتى ماكسي جوميز وغيدس كانوا عم يرجعوا وعم بيساندوا رجع كل الفريق هذا الشيء الأول بعدين برشلونة استضم بثلاث عناصر تقريبا كانت محبطة لخط هجومه وخلتنا نشوف الشاط الأول اللي بيخلص تقريبا تزديد واحد قبل ركلة الجزاء وكانت الفرصة الأولى بالدقيقة 33 اللي سددها جريزمن شو هي هاي الثلاث أشياء أول شيء لأنه برشلونة ما عرف يربط خط دفاعه بخط هجومه بشكل سلس وطبيعي تم عزل بوسكتش بشكل ممتاز جدا مستغلين بطءه لعيبة فالانسيا وتحديدا مهاجمين عن خط الدفاع وبالتالي كان مضطرين نائما أبثرت برشلونة تدخل بالعمق وأيضا ميسي وكوتينيو يتراجعوا كثير فصار بناء الهجم عند برشلونة مفقد لبرشلونة شكله الطبيعي فكان في نوع من الخربطة عند هذا الفريق لأنه الهدف الأساسي دائما بكلة القدم تطلع على الكرة نتيجة بطء بوسكتش نتيجة أيضا أنه قلبين الدفاع لسه مش متعودين على الصعود بالكرة بالخلف ملعبوا مباراة كبيرة ملعبوا بالثقة تسعين دقيقة بشكل مستمر عشان يصيروا ما يخافوا بهيك لحظات فكانوا دائما نروحوا للخيارات الأسهل هذا أول شيء أحبط هجوم برشلونة وكان ملموس لما شفت التشكيل هيك والله بوسكتش محور وحيد ولوحده وقدامه أربع لعيبة وقدامه مهاجم اللي هو ميسي بالبداية كان مهاجم الوهمي كانت الفكرة أنه مبين لابرايتويت عنده سرعة الارتداد وكوتينيو يعطأوا البدني دائما متردد بدري نفس الشي مش هيترتدي فاعيا إجريزمان صح بس إجريزمان دائما بالعادي بيضغط للأمام ما بيرجع على الخلف في البداية فعرفت ببساطة أي شخص هيعرف أنه المنطقة اللي فيها بوسكتش هتكون واسعة فيها مساحات كبيرة جدا ولما يكون بوسكتش هتصيرها المساحات أكبر وفعلا هذا مش كلام وهمي لأنه فعليا هو أبطأ فمحتاج وقت أكثر عشان يغطي المسافة فتبدو أنها أكبر هذه معادلة السرعة تساوي المسافة على الزمن فبيرن فيه مساحات وفالنسيا استغلها كويس كان داما نحاول لعب كرة عالية أو يلعب بالمساحات كرة طويلة واستغلها كويس كثير لأنه عارب بوسكتش ما رح يقدر يغطي الحالة ولعن ما تيجي المساندة هتكون الكرة طلعت ونقلت للجهة الثانية هذا الشي كان مخوف مهاجمين برشلونة خايفين يخسروا الكرة يصير فيهم اللي عم بيشوفوه فهذا الشي ربطهم من حيث المبادرة والنتيجة كانت فريق بلا هجمات أما السبب الثالث فكان ببساطة أنه برايتوث لعبه في البداية على اليسار فما صار فيه رأس حربه ومسي عم بيرجع كثير يسلم كرة ففعليا خط دفاع فالنسيا خط دفاع مرتب ثابت مرتاح بيستنى الكرة توصله ما في مساحات عم تنفتح فيه ما في مدافعين عم ينسحبه فكانت المهم كثير سهلة إليهم وبعد ما فالنسيا تقدم برشان حاول يعمل رادة فعل لكن كانت فرصة وحيدة ثم هدية الأمور وكانت فالنسيا يحسن الأمور لو لا تدخل الشتيق يعني الشتيقين اللي هو فعليا اللي فاز بنقطة المباراة اليوم لأنه لو جاء الهدف الثاني كانت الأمور راحت للأسوأ بشكل كبير كثير الشتيقين تصدى راحت ركل الجزاء ركلة الجزاء اللي جاء منها التعادل برشان ما عملش فيه شيء أبدا يعني ما بيستحقش فيه إله الفضل يعني لا المدرب ولا اللاعبين لأنه غلطت جاية بالبداية ثم إيجت ركلة الجزاء وضاعت ركلة الجزاء والارتداد اللي إيجي لميسي نتيجة تدخل مدافع أهوج من فالنسيا طيارها وحطت ميسي أمام المرمو يعني فعليا برشان ما عملش شيء بالهدف يعني ما يشتغل بالهدف إلا أنه ميسي عرف يحطها بالقول فقط فالتعادل واحد واحد غير مستحق أبدا في الشوت الأول لبرشلولا ولما كوما نتطلع على اللي عمله في الشوت الأول تفرد قال إيه ولا واحد في مكانه تقريبا يعني برايتوث مش بمكانه كوتينيوم مش بالمكان المرتاح فيه بدري مش بمكانه جريزمان يعني أوكي بروح يمين بس مش مرتاح في اليمين دائما يعني تقريبا ولا واحد في مكانه المعتاد عليه آخر السنة في لعب كورتو قدر فلما تطلع على هذا الشي حاول يرتب ودى كوتينيوم يسار دخل برايتوث للعمق أكثر صار ينمسي أكثر كمحور صناعة اللعب بالفريق فرتب الأمور بشكل منطقي أكثر فتحسن الفريق جميعا بشكل ملموس طبعا لحد معين لأنه ما زالت فيه عوائق كانت موجودة يعني قا تحسن الفريق بالصعود بالكرة بعد دخول ديونج لأنه أكثر حركية من بوسكتش بس الفريق لساته عنده المساحة اللي بتخوف الجميع أنه ما يخسروا الكرة بتسرع وما تخسروا الكرة إلا أنت مسدد مية في المية على المرمى وهذا اللي شفنا عند لعبة برشلونة بس هنا أيضا في عندي نقرة لما جاء التبديل تعد يونج بوسكتش كان اعتقاد من كومن أنه الخطأ في اللاعب الخطأ مش في اللاعب الخطأ في الستركتشر في الهيكل اللي كان فيها بلعب في الفريق بوسكتش كان كارثة يخسر كرات بسهولة بس المشكلة ما كانت فيه بس المشكلة كانت بهيكلة الفريق بالستركتشر تعد الفريق اليوم إنه هذه اللي هي بتخلق هذه المساحات اليوم تشكيل غير متوازن رباع هجومي كثير متقدم للأمام بدري مش محور تقليدي فما فيه لاعب هيخطي كل هالمساحة وأصلا دي يونج بقدم أكثر للأمام وأنا كنت متوقع يكون التبديل منطقي شوي أكثر نعم بوسكتش زي ما حكيت كان سيء بس كان المنطق التبديل الأول يرجع الأمور لشوية منطقية يعني إنه الفريق يسحب واحد من الاثنين جريزمان كوتينيو ويدفع ببيانتش أو دي يونج بحيصر عندك محورين بالفريق واحد منهم بيقدم أكثر يعني كان ممكن دي يونج يكون مع بوسكتش وبدري يتحرر بدري يتحرر كلاعب خط وسط متقدم مش زي اللي كان مضبوط ومرتبط فيهم بالخلف أكثر فكان الفريق هيحس بشكل طبيعي أكثر وبعدين بتقدر تدخل ترينكاو عن يمين لأنه هو صحح فعليا مشكلة ترينكاو بيغريزمان صحح المشكلة له أعملها إنه أنت ما عندكش ولا جناح عنده مهارة بمهارة الجناح كتينيو مش جناح حتى لو عنده المهارة بعض الأحيان لكن ترينكاو هو الجناح فإنت لازم تلعب بجناح لما الفريق يدافع بهذا الشكل بهذا التكتل في الخلف وحتى في هذا التبديل ربما لو كنت بدك تفكر الطريقة مختلفة كان صحي جريزمان كان فرديا أقل من كتينيو بس نتكلم إحنا كتينيو كان عم بيلغي منطقة ألبا اللي بتقدم فيها عم بيأخذ منه المساحة هذه شفنا ألبا كان أقل تقدمان من الشوط الأول لما رح كتينيو عنده فكان المنطق ربما جريزمان اللي يروح على اليسار وكتينيو اللي يطلع وينزل ترينكاو بحيث تستفيد من ألبا وتستفيد من ترينكاو فإنت بصير ولأنه جريزمان زي ما بنعرف بدخل بالأمق أكثر ربما هذا كان التفكير يعني ممكن أنه يعمله ما زبط بس أنا أتوقع أنه هذا كان التفكير المنطقي عشان يتعدد مصادر الخطر لإدخال الكرة لمنطقة الجزاء مع تذكيري أنه كتينيو يقدم مباراة جيدة رغم أني أنا كنت مفضل ما يطلع مثلا بدل إجريزمان لكن أبهرني كومان قال آه هذا لعبة مباراة كويس أنا هدمر الجميع أنا هنزل لينجلين مكان كتينيو ومعرفنا ليش فواحد عنده ثلاث خيارات قد توسط بنا ثلاث خيارات ما استخدم أول واحد فيهم كان منهم استخدم لينجلين ويعني تعمل شغلات غريبة بصراحة بالتبديلات يعني أنا بحكي لكم أنا عمليش أسوأ منه من برشانه بسنين ما بعرف هو التوتر هو الارتباك عدم الاعتياد بيجرب ممكن والله بعد شهرين بشهر اثنين نشوف ويفجر ويسيطر ويتوكل ما بعرف ما بعرف أنا صورت حذر جدا لمسألة المدربين اللي بيجوا جديدة على فريق في توتر لأنه ممكن بعد وقت يسيطر ويقدر يطلع شي أحسن لكن اللي بقدر أحكيه إنه لحد الآن أنا مش فهم تمديلاته واعتقد الشخص الوحيد اللي فهم تمديلاته اللي بتشوفوه على الصورة حاليا مباراة راحت من برشلونة ما قاعد تقدش بس لأنه بلانسيا اليوم قاتلوا لعب لأنه أيضا كمان ما عرف يقرأ اللقاء صح كمان ما عرف يشوف إنه المشكلة بكمية الحركة اللي ببدلها بلانسيا بإنه فريقه صح كان عم بيضغط وبيحاول يضغط لكن تضحية الفريق كانت محدودة في هذا اللقاء إنه يسترد الكرة دائما فكانت لما تخرج تصير مشكلة كبيرة وتكورة ترجع وتشتت الفريق من حيث التوتر اللي بيعيشوا أعتقد كان استراتيجية اللقاء خطأ فكانت النتيجة طبيعية تكون خطأ وضيع نقاط على برشلونة ربما لأسباب متكررة يعني اليوم نعم برشلونة ضيع أكثر من الفرصة بس يعني نحكي بلانسيا ضيع زيهم يعني بالعادي كان دائما الفرص هي الملام الأول بس بالمجمر خلينا نحكي لقاء يعني بتعلم منه كومن المفروض حسابات الدوري أصبحت معقدة أكثر وأكثر كل شوية عم بيبعد أكثر هو فعليا خلينا نحكي طبعا الهدف الأساسي يستقر الفريق يكون أساس مشروع الفريق للموسم الجاي لأنه واضح أن الرؤساء المرشحين كلهم عم بلحنوا أنه حابين يخلو كومن فيعني بصير الموسم هذا لازم يكون موسم تهيئة للي جاي كلو صار لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك اشتركوا في القناة